السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد نتمنى ان شاء الله تكونوا بيخير وعلى خير اليوم سنقترح عليكم صابلي الزيادة بعجينة شوكولاكي جيزوين بزيف واكتر من رائع اذا نتابعوا معي الفيديو باش تعرفوا على كل المراحل غادي نحتاجوا الصابلي سبق لي حضرتوا معاكم عند سمرات نخلي لكم الرابط تيالو في صندوق الوصف ان شاء الله ثم سنحتاجوا لابط شوكولا انا استعملت هنا الابيض والغوز ممكن تستعملوا ايلون ثم سنحتاجوا للناباج مع الغلوكوس بالنسبة للناباج وهذا الغلوكوس هو هذا ستجدوا هذا الشيء كامل في الأماكن الخاصة بالمسلزمة الحلويات بالنسبة لابط شوكولا سنقوم بتحضيرها في صندوق الوصف وعجنة الصابلي ثم سنحتاجوا لحبيبات ستجدوا لابط شوكولا لابط شوكولا ستجدوا لابط شوكولا لابط شوكولا كرسا 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 ستجدوا لابط شوكولا ستجدوا لابط شوكولا سأريكم لذا تمتم بكم هنا ستجدوا انظري ستجدوه لابط شوكولا لابط شوكولا كرسا لابط شوكولا سأخذ ذلك على سستاء المرشم نقطع الصابلي من قبل ثم نأخذ البلوكوس مع الناباش نضيف البلوكوس مع الناباش نقوم بقليل نحاول نحفل بحطة شوكولة نغرب قليلا فالطريقة سهلة ومن أحسن تصيبوها في البيت نحاول ونقعد نحصل إلى هذا الشكل نحضر هذا وكذلك هذا نحضر هذا طبي سيليكون نحضر قليلا من اللون نضغط نضغط ونضغط نضغط 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 ونضغط نضغط نضغط نضعها في هذا الشكل نقطعه كذلك بنفس الطريقة نقطعه 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 نأخذ اللون الأبيض نقطعه الغاز نستخدم الغاز نقص 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 نقوم بطريقة نقوم بوضعها في الواسط تزين لائما لحسب الرغبة هذا هو الشكل الذي قمت بتدرس من قبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نتمنى ان شاء الله يكون فيديونا لإعجابكم وتكون طريقة تشرح بسيطة ومفهومها بالنسبة لطريقة الاحتفاظ بها السابل ستاخدوا واحد للعلبة التي ستغلفها من داخل ببابي أليمنيوم وكذلك من فوق بابي أليمنيوم ستوضعوا بلاستيك غذائي وتوضعوا السابل لكم وتغلقوا العلبة مزيان هكا يقصب لي فترة طويلة عيدون لكم فترة طويلة نتمنى ان شاء الله تجربوا وتخليوا ليالي كومنتر ديالكم لأول مرة كتشوف القناة ديالي او كتشوف الفيديو ديالي تشترك وتفعل الجرس بس يوصلها كل جديد ان شاء الله ما بقى ليالا نقول لكم تهلا وفرسكم وطلقوا معاصفة جديدة وفي امان الله اشتركوا في القناة